رابع صباحا ثانيا بتوقيت جرينت شامو جز اخباري يأتي حضراتكم من القاهرة أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق في القاهرة الكبرى تحقيقا لسهولة ويسر الحركة للمواطنين من مرتادي تلك الطرق والمحاور والقضاء على تشابكات المرورية وحل مشكلة التكدسات وذلك في إطار خطة الدولة للتطوير والتحديث المستمر لشبكة الطرق والمحاور المرورية بالقاهرة الكبرى وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن رئيس السيسي قام بالإطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل خلال جولته لتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى قالت كريستينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي إنها تتطلع لزيارة مصر قريبا والمشاركة في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل وخلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والتي ترأسها حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري عبرت جورجيفا عن شكرها العميقة لمحافظ البنك المركزي على كلمته الجامعة التي ألقاها في افتتاح الجلسة العامة لاجتماع مجلسي المحافظين الذي ينعقد بعد توقف دام لثلاث سنوات متتالية بسبب تدعيات جائحة كورونا طلبت سفارة المصرية في كييف أبناء الجالية المصرية بسرعة مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت ممكن عبر الطرق البرية المتاحة مع دول الجوار الغربية لأوكرانيا وأوضحت سفارة المصرية في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار التطورات المتلاحقة للأزمة الأوكرانية وحرصا على أمن وسلامة كافة جميع أبناء الجالية المصرية ودعت سفارة المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة أثناء المغادرة وعدم الوجود أو العبور في مناطق الخطر أو بالقرب منها هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الأشخاص أو الدول أو الشركات التي تزود روسيا بالذخيرة أو تدعم قطاع صناعة العسكرية لديها وقال نائب وزير الخزانة الأمريكية في اجتماعنا لمسؤولين من 32 دولة والولايات المتحدة لمناقشة العقوبات على روسيا أن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد من يتهربون من عقوبات واشنطن خارج الولايات المتحدة حذر رئيس بيلاروسيا ألكساندر لوكاشينكو أوكرانيا والغرب من وضع روسيا في مأزق قائلا إن موسكو لديها سلاح نووي لسبب وجيه وقال لوكاشينكو في لقاء صحفي إن أهم شيء هو عدم تخطي الخطوط الحمراء وتنامت المخاوف في الغرب من أن رئيس روسي بوتين قد يلقأ إلى الأسلحة النووية منذ أن رجحت سلسلة هزائم منيت بها قواته في أوكرانيا الكفة لصالح كييف قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكساندر نوفاك خلال منتدى أسبوع الطاقة الروسي إن حادث تخريب نوردستريم للغاز ألغى أمن الطاقة في أوروبا واجعلها فقيرة في مجال الطاقة وأشار نوفاك لأن ما حدث ألغى أمن طاقة القارة العجوز واجعلها فقيرة في مجال الطاقة مضيفا أن هذا يتعلق بشكل أساسي بالدول الأعضاء في أوبيك وهي منظمة لها أمنتها وقواعدها والتزاماتها أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليستروس في مؤتمر صحفي عن تراجع الحكومة في خطتها بخفض ضرائب التي أحدثت اضطرابات في الأسواق متعهدة برفع ضرائب الشركات ومؤكدة في الوقت ذاته أنها عازمة تماما على تطبيق خطة النمو الاقتصادي توقعت محافظ المركزي الأوروبي كريستينا لغارد استمرار البنك في رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة للبنك وفي تصريحات لها أشارت لغارد إلى أن أعلى هدف للبنك المركزي الأوروبية خلال الفترة المقبلة هو خفض التضخم في منطقة اليورو على رغم من مخاوف الركود الاقتصادي ختمنا لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أرقود الظاهر على الشاشة شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة